الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين التوفيق من الله لا غنى للعبد عنه لا في دنيا ولا في آخرة من أحوج ما نكون إلى توفيق الله جل وعلا ولذلك ينادي علينا جل وعلا فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر بعيد عن توفيق الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لولا توفيق الله ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي ما يشاء التوفيق لا يطلب إلا من الله إذ لا يقدر عليه إلا الله الله جل وعلا يخاطب حبيبه فيقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذا سيدنا شعي لما تكالب عليه قومه واعتدوا بعددهم وبعدتهم فوقف أمامهم قائلا وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عليه توكلت وإليه أُنِيب التوفيق أن يجعلك في الخير في الدنيا والآخرة بعض الناس يفضل أن يختار لنفسه وفي أغلب الأحيان يختار ما فيه الضر للنفع يختار ما فيه التعاسى للسعادة ولذلك قال أحد العلماء أجمع العارفون على أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك وأن الخذلان أن يخلي ما بينك وما بين نفسك توفيق أن يجعلك في كنفه وفي حمايته وفي رعايته لا أن يتركك لنفسك ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حينما تجد نفسك في عبادة أو في قرب من الله فاعلم أن هذا بتوفيق الله يقول جل وعلا وعلموا أن فيكم رسول الله لو يوطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وفقكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فمن هذا شأنه أولئك هم الراشدون إلجأ إلى خالقك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسله التوفيق عسى أن يختم لنا تلك الدنيا بتوفيقه كما بيّن لنا صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمل قال الصحابة كيف يستعمله يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم يوفقه لعمل خير قبل أن يموت يأخذ بيده إلى عمل الخير ويصرفه عن السوء وعن الشر فسرعان ما يلقى ربه وهو من العابدين حدث هذا على عهد سيد النبيين والمرسلين رجل كان على الكفر لم يؤمن وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحرب في حال شديد النبي يدافع عن نفسه وعن دينه وعن من معه أمام الأعداء فالرجل رأى أن الموقف صعب ولم يكن أسلم لا خير فعل ولا قدم فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أتى النبي وهو مقنع بالحديد على وجهه قناع من حديد فسأل النبي لصعوبة الموقف يا رسول الله أقاتل أو أسلم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الطريق قال أسلم ثم قاتل ادخل الباب في البداية فنتقى الرجل بالشهادتين فقاتل ودافع عن دين الله فقتل ومات شهيدا ختم له بالسعادة وبتوفيق الله ولم يكن ركع ولو ركعة واحدة ما فعل شيئا إلا أنه أعلن الشهادة واستشهد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عنه عن هذا الرجل عمل قليلا وأجر كثيرا فاللهم اجعلنا من أهل التوفيق يا كريم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين